موسيقى موسيقى أهلا بكم أكد رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني أن حكومته لن تسكت عن الأموال العامة المنهوبة ولم تكرر السياقات الحكومية السابقة في الحرب على الفساد والذي يتبوأ العراق المراتب الأولى في تقارير الشفافية الدولية منذ العام 2003 وحتى الآن لكن المراقبين والأوساط السياسية والاقتصادية يقولون أن خطط السوداني في محاربة الفساد تقف في طريقها العديد من العوائق والمعرقلات السياسية والاقتصادية وغيرها وأن السوداني إذا ما مضى بهذا الطريق فإنه سيصطدم بمصالح القوى السياسية ومنها حزب الدعوة المتهم الأول بإشاعة الفساد وترسيخه وتجديره كما أن هذا الفساد محمي سياسيا عبر التخادم بين الكتل السياسية وهو أقوى أي الفساد أقوى مؤسسة في العراق حاليا ومن عوامل فشل السوداني الأخرى أيضا في الحرب على الفساد بحسب المراقبين هو استدعائه نفس الأدوات والآليات القديمة ويعاد التعيين مسؤولين فاسدين ومطرودين من الخدمة كما أنه أي سوداني أضعف من أن يواجه حيتان وأباطلة الفساد الحكومي التي ستدخله في مواجهة مفتوحة مع شركائه في العملية السياسية جدية وقدرة رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني على التصدي للفساد الحكومي في العراق هو الذي سنبحثه في خلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها عدة تساؤلات كيف سيواجه السودان الفساد الذي وصفه بأنه أخطر تهديد للدولة العراقية في العشرين سنة الماضية ثم ألا تنسف إعادة تعيين السوداني مسؤولين فاسدين ومطرودين من الخدمة على رأس مؤسسات مكافحة الفساد الجديدة تعاهداتي باشتثاث هذا الفساد وكيف سيحارب السوداني الفساد وهو قادم من قيادة حزب الدعوة الذي جذر ورسخ الفساد في العراق وهل فعلا أن البيئة السياسية وغيرها مهيئة الآن أكثر من ذي قبل لبدء حرب السوداني على الفساد الحكومي الذي حطم أركان ومفاصل الدورة العراقية وهل يملك السوداني الشجاعة والجرأة على التصادم مع حيتاني وأباطرة الفساد الحقيقيين من شركائه في العملية السياسية ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد المنعم الأعسن كافحة الفساد الآن تجري وفق رؤى سياسية وتصفيات سياسية وإزاحة لهذا الطرف أو ذاك هذا الملف يريد أن نفعله يريد أن نفعله هذا الملف يريد أن نخفيه يريد أن نخفيه وكأن السوداني يستشرف المستقبل فتكلم بهذه الحقيقة قبل أكثر من عام وها هو الآن يجسدها بحرفيتها من خلال تعيناته في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فلم يجد غير المتورطين بقضايا الفساد ليوكل إليهم مهمة قيادة مشروعه الإصلاحي وأول ما بدأ به السوداني أنه اختار من أتباع نور المالكي من تولوا مناصب حكومية في أسوأ فترة فساد مالي وإداري شهدها العراق حيدر حنون الذي أقيل عام 2016 بسبب الفساد المالي أصبح رئيسا لهيئة النزاهة كذلك أبو علي البصر قائد خلية الصقور بوزارة الداخلية أصبح رئيس هيئة مكافحة الفساد رغم أن الكاظم أقاله سابقا واتهمه بالعمال للخارج كما ذكر موقع ميدل إست إي تصدير رجال الدولة العميقة إن صحت التسمية إلى المشهد وإلاءهم مناصب حساسة في الحكومة الجديدة لم يأتي عن عبث فهذه الشصيات التي مردت على الفساد تستطيع الإيقاع بخصوم الإطار التنسيقي بذريعة مكافحة الفساد إذ إن الشركاء في السرق كل منهم لديه ملفات فساد ضد الآخر ويبرزها في حال اختلافهم ولا أدل على هذا الاختلاف الذي تحول إلى صراع دموي مما شهدته الأشهر الأخيرة بين الصدر والمقربين منه من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى فرأى الإطار التنسيقي أن فترة حكومة السودان هي فرصته الذهبية لتصفية الحسابات مع خصومه وتمكين نفوذه في الدولة بحيث يصبح الوكيل الحصري والرسمي لعمليات الفساد وسرقة المال العام أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستفحث في جدية وقدرة رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني على التصدي أو على بدء ثورة أو حرب على الفساد الحكومي في العراق ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا عبر اسكايب من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ عبد المنعم الأعسم الإعلامي والباحث السياسي أهلا وسهلا بيضايفين الكريمين ونبدأ مع دكتور رافع الفلاح دكتور الآن في الأجندة الإعلامية السياسية أن السوداني قد أطلق الآن أو بدأ ثورته على الفساد هناك حرب على الفساد هناك إقالات لعدد من الفاسدين في مؤسسات مدنية وعسكرية هل تقرأ أو ترى مؤشرات حقيقية وجدية حكومية لحكومة السوداني على أنها ماضية بطريق اجتثاث الفساد أو على الأقل تحجيمة وتقزيمة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يختلف بها الشعارات التي تختلف بها لكن عندما ترى ما يحدث في العراق الإطار هو ذات الإطار نفس الإطار المحاصصي نفس القوى نفس الأحزاب التي حكمت العراق وهي المسؤولة عن كل الفشل والقرابة الذي حل بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن بنفس الأدوات التي كانت أدوات وما زالت أدوات للتخريب وأنت تريد أن تقنع لآخرين أن هذه أدوات التخريب ممكن أن تكون أدوات للبناء هذا غير صحيح لأن كل الأدوات الموجودة نحن نعاني من آفات كثيرة في العراق وواحدة من الآفات الكبيرة هي الفساد وكل هذه الأدوات متهمة بالفساد وهي مسؤولة عن كل ما حصل له بالفساد بما فيها رئيس الوزراء الحالي رئيس الوزراء الحالي لم يهبط ببرشوت مثل ما يقال هو ابن هذه الصيغة ابن هذا الإطار السياسي هو من حزب الدعوة كان وزيراً كان محافظاً وكان نائباً وكان مسؤولاً عن وزارات كثيرة فهو عاصر كل هذه الحقبة التي كان فيها الفساد على شدة وما زالت فبالتالي هو جزء من هذا الخراب والدمار والفساد والتفرقة والطائفية والفكر التخريب الذي حصل في العراق بالتالي هوية العراق لم تنتهي أو لم تضيع بطريقة غير مدروسة والمسؤولين عن ضياع هذه الهوية وتمزيق الشعب بهذه الطريقة وصولاً إلى هذه المرحلة وصولاً إلى عراق بلا هوية بلا صناعة بلا زراعة بلا انتاج بلد مستهلك سيادة غير كاملة استقلالة غير ناجز قوات التصارع على ساحتها هذا لم يأتي عبثاً هذا هناك مشروع احتلالي نعم نعرف لكن هناك حماة لهذا المشروع هناك نواطير رعوا هذا المشروع ووقفوا عليه وكانوا حماة له وهو واحد منهم وبالتالي عندما تنظر إلى الأدوات في تقريركم الآن أشرتم إلى بعض الأسماء إذا سمحتني خلينا نعجل قضية الأدوات والشخص والآليات التي يستعين بها السوداني في حربي على الفساد نتحول إلى ضيفنا في لندن استهال عبد المنعم مساء الخير استهال عبد المنعم مساء الورد يا مرحبا الحقيقة يعتقد البعض أن الوضع الآن في العراق مهي أكثر من أي مرحلة أخرى لبدء حرب حقيقية على الفساد لأن الفساد الحقيقة وباعتراف سياسيين وحكوميين أنه في خطره ربما حتى تجاوز خطر الإرهاب القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الأخرى البيئة الآن مناسبة لبدء حرب حقيقية على الفساد لأن الدولة العراقية ستكون إذا ما استمر الفساد في مهب الريح على كف عفريت هل تعتقد أن هناك بيئة فعلا ملائمة وفيها عوامل نجاح الحرب على الفساد نعم شكرا جزيلا تحياتي لك ولمشاهديك ورضيفك العزيز حالة بيئة الساد منهم والحديث عن أن هناك بيئة ملائمة هي مفيدة الحقيقة في أن نضعها في بداية التحليل وهي بداية حسن الظن بما يجري وبما يشاع وبما يزود به الرأي العام سنفترض أن السوداني رئيس الوزراء الجديد يحمل نيات جدية في مكافحة الفساد ونضع هذا الفرضية في البداية ثم نقتفي أثر الخطوات التي تجري ونعاين صحة هذه النظرية في ما يجري على الأرض على الأرض هناك مسارين لمكافحة الفساد المسار الأول حتى الآن استعراض إعلامي مفخم دعائي إيهامي ويستهدف إقناع الرأي العام أو كسب مشاعر الرأي العام المناهضة للفساد ولسلطة الفساد ولحكم الفساد ولزعامات الفساد محاولة لكسب هذا الرأي العام أو على الأقل يعني إيجاد منطقة تفاهم مع هذا الوسط ومع الشخصيات والصحفيين وغيرهم من النخط هذا مسار المسار الثاني هو إجراءات إدارية وتنفيذية وتحقيقية وهذه أيضا عليها يعني عليها شبهات عليها طعون لأن هناك من السرية المفرطة المفروضة على التحقيق في قضايا الفساد ما يزيد شكوك المراقبين والمحللين وأنا على اتصال وتواصل مع مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين الذين يعتمدون اسلوب الاستقصاء لمتابعة هذه الملفات الخطيرة والكبيرة وخصوصا ما يسمى بسرقة القرن وقد حاولوا الحصول على معلومات فاصطدموا بأبواب موصدة وهم يحاولون أن يحصلوا على معلومات السلطات تفرض سرية كبيرة وهائلة ومخيفة على لجان التحقيق خصوصا أن هناك طعون في مؤسسة القضاء بأنها متحيزة وبأنها فاسدة وبأن هناك مخاوف أن تكون أن تتحول التحقيقات عن مسارها في الكشف عن الفساد الحقيقي المتورط به الزعامات ورؤوس الفساد وزعامات الأحزاب والكتل أن تجري تحويلها عن مسارها الحقيقي وبعض الصحفيين من أصدقائي وزملائي أبلغوني أن هناك مخاوف من نوع أنه تستخدم هذه التحقيقات التحقيق حصرا مع نور زهير جاسم الرأس الأول في سرقة القرن أموال الضرائب من مصرف الرافدين نعم أن هناك محاولات أو مخاوف أن تتحول عملية التحقيق معه المعلومات التي يدلي بها أن تتحول بيد السياسيين لتكون وسيلة لتصفيات الحساب وإرهاب الآخرين وتوجيها توجيها معيما هذا أنا أقول مخاوف وليست معطيات لأن الأبواب الموصدة على التحقيقات تشجع هذه المخاوف إذن نحن نصل إلى النتيجة أن حسن الظن بالسيد السوداني خليني أسألك سؤال إذن نتعلق بهذه النقطة والسؤال أيضا أحيلة مرة ثانية بعد جنابك إلى دكتور رافا البعض يطالب يا دكتور يا أصال عبد المنعم أنه بعدم العجلة في قطف ثمار الحرب على الفساد الفساد في العراق أصبح هو أقوى مؤسسة موجودة في العراق عمرها عشرين سنة الحقيقة محمية من الداخلي وحتى من الخارج يعني المؤسسة الفساد محمية لديها جدار ربما أقوى وأطول من جدار سور الصين العظيم لذلك لا يمكن بعصى سحرية أن القضاء على الفساد الحرب على الفساد طريق غير منثور بالزهور غير معبد فيه عوائق ومطبات وكثيرة فعلينا أن نتحلى بالصبر على حكومة السوداني أو أي حكومة أخرى طبعا هذا كما يقول أنصار الحكومة نعم أنا كصحفي ومن موقع مستقل أقول أني سمعت هذا الكلام من جميع الحكومات ومن جميع رؤساء الحكومات أن الفساد كبير وأن الفساد مؤسسة ضخمة وأنه لديه إمكانيات هائلة وأنه تحول إلى غول ووحش وأن الفساد هو صيغة شيء موجود في كل العالم فلا داعي للهلع ولا داعي لتكبير الموضوع وتركونا نحن على مهل هذه الحجج الحقيقة هي ليس سوى حجج زائفة ومفبركة وفيها محاولة نيات سيئة سوداء فيها رائحة غير طيبة لإخفاء الفساد والتعتيم عليها والتعتيم على أسماء الكبيرة أنا فقط أشير إلى شيء مهم جدا في الذاكرة هو في الحقيقة الرسائل والنداءات التي وجهتها المرجعية مرجعية النجف كانت تؤكد على رؤوس الفساد رؤوس الفساد وتضيف لها أحزاب السلطة هذه كانت واضحة فلم يتقدم أحد لرؤوس الفساد وأصبح في كل مرة في كل مرة نجد الإجراءات المفخمة والاستعراض الإعلامي سنتحدث عن قدرة أو جرأة أو شجاعة السوداني على الذهاب إلى رؤوس الفساد الحقيقيين الحيتان الكبيرة الأباطرة هل يستطيع وهل يستطيع أن يخوض معركة معهم أشكرك دكتور رافع الفساد عمره عشرين عاما المؤسسة الأقوى والمتجذرة والحقيقة كل العملية السياسية وقواها كأنها مجمعة على هذا الفساد قد تختلف في ملفات أخرى أو في قضايا أخرى إلا قضية الفساد هناك ثمة إجمع فالسوداني أو غيره غير معقول أنه بين ليلة وضحاها يقلب هذا الفساد يجتثه من الجذور ويحول العراق إلى دولة مطهرة من الفساد الرجل يستحق أن يعطى فرصة هكذا يقال ويونح وقتا أستاذ ماجد دعني أقول لك أنه أحد الشخصيات السياسية في عالمنا هذا بعد تجربته في دولته وكان فيها فساد كبير وصل إلى نتيجة محددة إلى وصف دقيق وبسيط جدا قال أنه تنظيف الفساد يشبه عملية تنظيف السلم أن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل لا يمكن أن تبدأ بتنظيف السلم من الأسفل إلى الأعلى لأنه لن يتنظف مستحيل سيكون الإجراء غير سليم وغير حقيقي فعندما يبدأ تبدأ عملية إنهاء الفساد أو تنظيف الفساد من العراق يبدأ بالرؤوس الكبيرة أنت قد يعني يسرق لا سمح الله بيتك أو بيتي أو بيت ضيفك الكريم أو أي شيء من عندنا قد لا ترى اللص لكنك تعرف أنك سرقت وتعرف المواد التي سرقت منك وتعرف أن اللص دخل وخرج لا نرى اللصوص لكن نعرفهم من هو المسؤول عن الأموال من بيده الأموال من بيده السلطة كيف تجري تصريفات الأموال كيف تجري اتفاقات ما هي العروض التي تقدم ما هي الصفقات التي تعقد هذه كلها جزء من هذا وبعدين أنت في بلد وارداته معروفة من النفط تأتي وتذهب والبلد من خراب إلى خراب والشعب يزداد فقرا ويزداد أمي ويزداد يعني انهاكن كل البنى التحتية انتهت إذن هذه الأموال تذهب باتجاهات غير صحيحة وهذا هو عين الفساد من المسؤول هي الرؤوس الكبيرة هذه الرؤوس الصغيرة لا تستطيع أن تفسد لو كان الرأس الكبير نقيا ونزيها وقادرا وصارما إذن أنت تبدأ بتنظيف السلة من الأعلى فبالتالي عندما تنظر إلى سوداني قبل الكاظمي قبل أي كان منهم لم يفعل هذا ولن يفعل هذا لأنه يعرف من البداية مثل ما قال ضيفك الكريم قال هم يعرفون الأحزاب وهذه الشخصيات المسؤولة عن الأحزاب وهذه القوى الحاكمة والشخصيات الكبيرة في العملية السياسية كلها أثرت عندما جاءت في عام 2003 لا تمتلك شيئا الآن تمتلك مصائب كبيرة تمام الحقيقة هناك من يقول من أنصار أيضا السوداني أن الحرب على الفساد والتي بدأت برؤوس متوسطة أو صغيرة في عسكرية ومدنية الحقيقة هكذا يقولون أنها رسائل آنية للرؤوس الكبيرة إذا لم ترتدعوا عن مسيرة الفساد أو الاستمرار في الفساد فإنما جرى على وكلاءكم أو مستخدميكم سيطالكم إما أن تتوقفوا وإلا فالحقيقة عجلت الحرب أو الثورة على الفساد لن تنتهي عند هؤلاء الصغار ستصلكم هذه الأموال أولا هذه الأموال وهذه الأيام التي مضت والسنين التي مضت هذه قضت من أعمار العراقيين ومن عروه هذا البلد وهذه الأموال ليست ملك لا الكاظمي ولا السوداني ولا المالكي هذه ملك العراقيين عندما تذهب هذه الأموال عندما تنظس هذه السنوات الكبيرة من أعمار الناس ويخسرون كل شيء هذه لا حساباتها أنت يعني تقول لي أنه انتهوا لكي ينتهوا يعطيهم مثال نعم هذه محقيقية لأنه الذي يريد أن يحارب الفساد يحاربه بقوة ويمتلك قدرات المحاربة وهو بعيد عن هذه الشبهات يعني ليس جزءا منها أما أن يكون أضوا في حزب هو متهم متهم بالفساد من جماعة متهمة بالفساد من يرشح للمنصب هي جماعة متهمة بالفساد وهي مفسدة ومخربة ومدمرة ولديها ميليشيات ولديها زلاع مفلت ولديها ارتباطات بالخارج وتنتهك سيادة العراق ولديها على الحدود منافذ حدودية تستخدمها ولديها موانئ ولديها مطارات ولديها طائرات ولديها شركات هذا الكلام لا يستوي الحقيقة هذا الكلام مخادع وكلام يعني يريدون بعض الأشخاص مثل ما يسمى كفشفداء لكي يضخموا القضية العملية. حتى في الحديث عن سرقة القرن هذه سموها. أموال الضرائب. أموال الضرائب. هي هذه مليارين ونصف. ما سرقها من العراق تريليون ونصف دولار واردات للعراق. الآن يتحدثون عن أكثر من أربعمائة مليار دولار ذهبت في مشاريع وهمية وفي جهوب هؤلاء. أنت تتحدث لي عن مليار ونصف لكي تفعل قضية كبيرة فقط. هذه القضية الكبيرة. كثيرين من الوزراء اختنوا الآن وراحوا وقعدوا بالخارج ومعهم مليارات الدولارات. ولا أحد يتحدث عنهم. وواحد منهم فلاح السوداني اللي جاءوا وكان وزير التجارة وقالوا اعتقلوا وحققوا معه وعاد إلى بلد. إلى بريطانيا. إلى مهجره. فبالتالي هذه القضية بغير شكل. وتركنا من كل الشخص أن تتحدث عن أحزاب. تؤلف عملية سياسية. هذه الأحزاب اغتنت بغير منطقي. يعني سرقت ونهبت واعتمدت حتى انتخاباتها ووصولها إلى السلطة بطرق غير شرعية. وبأموال بأموال فساد فكيف يمكن أن تقضي على الفساد وهو جزء من هذا الفساد وجزء من هذه المؤسسة الكبيرة التي اسمها الفساد اللي كل يخدمها. كل أحزاب السلطة وكل قواها وكل شخصياتها تخدم المؤسسة الوحيدة التي تعمل هي مؤسسة الفساد. أشكر الدكتور. أستأذن من ضيفنا في لندن دكتور رافع والمشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول كل ذلك في برنامج تحت الضوء ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في جدية وقدرة رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني على بدء حرب حقيقية وجدية على الفساد الحكومة في العراق ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاح والأستاذ عبد المنعم من الأحسن أستاذ عبد المنعم السوداني اعترف قال إن الفساد الآن أخطر أخطر تهديد مر على الدولة العراقية يعني في حقبة ما بعد الفين ويعني الثلاثة أخطر بمعنى حتى أخطر من قضية الإرهاب بنسخته القاعدة وداعش وغيرها في الحرب على ما يسمى الإرهاب كانت هناك أدوات وآليات كان هناك تحالف دولي هناك جيوش في الداخل والكل مع الحكومات في العراق لمحاربة هذا الإرهاب هذا الخطر الآن الذي هو أخطر من الإرهاب ما الذي يملكه السوداني من أدوات وآليات وأساليب طبعا هو أيضا عاب على الأساليب القديمة للحكومات في محاربة الفساد وقال لن نعتمد هذه الأساليب القديمة أو المستهلكة أو المتهرية هل لا حط أدوات آليات أساليب جديدة حتى يضمن نجاح حربه على الفساد ويحقق الانتصار الكبير نعم شكرا جزيلا مرة أخرى أفترض حسن الظن والثقة المشوبة بالحذر في أن السوداني مخلص في مكافحة الفساد ولكن على الأرض أصطدم في الواقع سأل عبد المعنى أنا لا أريد أن أقوض هذه الثقة وأنسف حصن الظن بس فقط أذكرك بشيء أذكرك وأذكر نفسي أن السوداني قادم من حزب الدعوة الذي حكم ثمان سنوات وكما يقول المراقبون وحضرتك منهم والرأي العام أنها كانت واحدة من أحلك الحقبات السياسية التي شهدتها الدولة العراقية حتى آليمارد أنسف حصن الظن فضل نعم نعم بس أنا أنا أميل يعني كصحفي ويعني استقصائي أيضا نعم أخذ بالاعتبار أن السوداني أعلن عن أنه نأى بنفسه عن دولة القانون نعم هو في الحقيقة المعطيات التي أمامي لا تشير إلى عضويته في حزب الدعوة لكن كان عضوا في دولة القانون هذه نقطة تسمح لأسجلها حتى نحيلها على دكتور رافع ربما عنده وجهة نظر أخرى نعم 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 خالي تفضل وهو كان يعني بدأ حياته مع كتلة عياد علاوي ومن ثم انتقل إلى كتلة يعني حزب الدعوة هذا اللي يسمى حزب الدعوة العراق نعم ومن ثم انتقل إلى المالكي في دولة القانون ونأى وأعلن استقالته عن دولة القانون وكون كتلة خاصة هذا يعني إذا أردنا أن نبدأ بحسن الظن ونقبل الفكر القائل بأنه هو رجل مستقل ويبدأ سياسته ومواقفه وانطلاقا من هذه القاعدة نعم ولكن نحن نصدد دائما على الأرض يعني ما يترجم على الأرض لا يشجع أننا نمضي قدما في موضوع حسن الظن والثقة وتبدأ المعطيات تقضم من حسن الظن هذا إذن ماذا على الأرض ماذا يجري على الأرض هناك هناك مق يعني قصدية ومصممة أن لا يربط بين انتشار الفساد وبين النظام السياسي وبين المنظوم السياسي وبين المحاصصة المحاصصة هي حامية والجهة التي تحمي الفساد ورجال الفساد ومؤسسات الفساد لماذا لا يعترفون بهذا هذه هي المشكلة الآن دعني أضع أمامكم أستاذ ماجد وأمام ضيفك الكريم ومع الجمهور الحكومة مكونة من 12 إلى 13 حزب طيب هذا الفساد من أين جاء هذه الأحزاب الجتد الحكومة غير حتى تحمي مصالح هذه الأحزاب إذا الفاسدين ممثلين بالحكومة كيف للحكومة أن تحارب الفساد هذا هو الحلقة الأساسية في العقبات التي تواجهها حملة الفساد أي الجهة كانت حتى في أبهى صورها في زمان العبادي الذي اتخذ القرارات المشهورة بإنهاء نواب الرئاسات وتقليص الرواتب وحتى في ذلك الوقت كان السيد العبادي عندما يصل إلى فكرة المحاصصة إلى حاجز التماس مع المحاصصة يتوقف هذه هي المشكلة الأساسية نتحدث لاحقا عن أن هذه الحرب أو السوداني استدعى شخص ومسؤولين فاسدين مطرودين من الخدمة ووضعهم على رأس المؤسسات مكافحة الفساد الجديدة نتحدث عنه إن شاء الله إذا سمح الوقت الدكتور رافع الرجل يعني يقال أنه الحقيقة ترك حزب الدعوة وأنتم تشلبين أنه من حزب الدعوة يعني مو حزب الدعوة السؤال الآن سؤالي طيب لو أنه قادم من أي حزب آخر غير حزب الدعوة سيختلف الأمر؟ ما هو يهنان مشكلة إذا احنا غرقنا نفسنا بالسؤال هل هو من حزب الدعوة أم غير حزب الدعوة سنحول النقاش إلى حالة من الدفاع عن حزب الدعوة أو كابناء الآخرين نعم وكانه بس حزب الدعوة فاسد وكانه هذا الموضوع الحقيقة الموضوع ليس بهذا الشكل يعني الفساد إن كنت منتميا حشاك يعني أنا أتكلم عن الغائب إن كان منتميا إلى حزب الدعوة لم ينتمي هو فاسد إن كان منتميا إلى حزب الدعوة أو من الممتع هو مخرب هو غير وطني هو غير مهتم بالعراق هو مرتبط بالخارج هذا واقع الحال عندما ترتضي أن تعمل تحت مضلة أي حزب من العزاب في العملية السياسية بهذه الطريقة ومن ضمنها حزب الدعوة أنت إذن الشخص المعني هو موافق على هذا المنهج موافق على هذا الاسلوب موافق على الطريقة والرجل حمل مع حزب الدعوة لسس سنوات هو وزير في حكومة المالكي المتعاقبة اللي بدأت من 2006 وانتهت 2010 وبعدين بال 2010 إلى 2014 وكان وزير على الأقل سس سنوات من عدها وكان محافظ قبلها وكان مسؤول عن وزارات فهو مؤمن بهذا الإطار ويعمل داخل هذا الإطار ومخلص لهذا الإطار ودافع عن المالكي حتى في قضية حقوق الإنسان وكل العالم كانت تتهمها حتى من تهمته منظمات دولية منظمات دولية هيومر رايس ووتش العدل الدولية تهموه بقضية التعذيب وكان يدافع إذن هو جزء من هذه المنظومة لا يحتاج أي مسميات هل هو من هذا الحزب أو من ذاك الحزب هو من كل العملية السياسية من أحزابه وشخاصه وبالتالي كل هذه القوة مثل ما قال ضيفك الكريم قال أنه كل هذه الأحزاب هي المسؤولة عن الفساد ولذلك لدينا شكوك وماكو حسن ظن مش شكوك أكيد هي وليس هناك حسن ظن أنه هذه القوة هي المسؤولة عن الفساد ولم ينجي الفساد يعني هل الشعب هو الفاسد؟ هل الشعب يتحمل إهدار كل هذه الأموال وهو اللي يأخذ هذه الأموال وتلفها في مشاريع وهمية وجاب شركات وهمية وعقود وهمية والناس أثرت والمنافذ الحدودية بيد الميليشيات وبيد عصابات هو من أغرق السوق العراقي بالمخدرات وبالبضاع الأجنبية هو من أوقف الصناعة هو من أوقف الزراعة هو من جعل البطالة تزداد بهذه النسب هو من جعل الفقورية تزداد بهذا النسب هو من لم يبني مستشفيات من لم يعبد الطرق لم يبني مدارس هذه كلها مو الشعب مسؤول عنها الشعب مسؤول لأنه سكت عنها نعم وهو ما سكت هو طلع في ثورات متعاقبة وقدم تضحيات كبيرة الحقيقة وثوراته توعد بالقادم من الأيام لكن هذه هي القوى التي في العملية السياسية التي توافقت على المحاصصة وجاءت بهذه والآن دعني فقط أقول هذا عندما تحدثون حتى في تقريركم عن شخص أو شخصين أنت تنظر إلى وزراء موجودين الآن يمثلون ميليشيات يمثلون ميليشيات بلا شهادات تخذ أحمد الأسدي وزير الشؤون الاجتماعية هذا نعيم العبودي هذا زعيم جند الإسلام نعيم العبودي من عصائب وغيرهم وغيرهم الكثير حتى من جاء به مسؤولا عن الشباب مستشار للشباب والرياضة هو مسؤول الحشد ومسؤول ميليشيات ونادي الميليشيات هذه خضية غريبة عجيبة وبالتالي يتحدثون عن فترة جديدة ومرحلة جديدة كذبة كبيرة لكن فقط أقول لك أن العملية السياسية تمر هم يدركون تمر بأصعب فتراتها وهذه ربما فرصتها الأخيرة لمحاولة لملمتها ومحاولة بقاها على الأرض هم لذلك يحاولون بهذه الطريقة الإعلامية هذه مجرد بوق إعلامي مجرد ظاهرة صوتية ليس أكثر حتى في هذه يبدو هناك سال عبد المنعم الحقيقة يعني عدم حصافة أو دراية السوداني أعلن حربه على الفساد واستدعى مسؤولين متهمين بفساد ومطرودين من الخدمة كانوا في حكومات سابقة وعينهم على رأس المؤسسات الجديدة في مكافحة الفساد هذه التعيينات ألا تنسف أحاديث أو تعاهدات بالقضاء على الفساد يعني أنت تداويها بالتي كانت هي الداء نعم يعني أنا من المتابعين الذين ركزوا على هذه القضية والحقيقة حصلت على كثير من المؤشرات عن الأسباب والخلفيات لهذه التعيينات نعم الحقيقة لربما نكون واقعيين هي أمليت عليه يعني هو لم يسعى لم يسعى إليها ولكنها أمليت عليه وهذه واحدة من استحقاقات المحاصصة التي تحدثت عنها في ما سبق الرجل يريد أن يمضي بكابينته وأن يمشي بالقاطرة ولا يستطيع أن يبقى إلى العبد سيد المرعب الحقيقة هذه مفارقة إذا كان كبار الفاسدين يملون على رئيس الحكومة وهو يعلن عن ثورة ضد الفساد إذن كيف سيمضي بهذه الثورة الفاسدون هم الذين يسيرونه هذا صحيح وهي هذه المفارقة مفارقة سوداء في الحقيقة في جبين العملية السياسية النظام السياسي كلها المنظومة السياسية الحقيقة وعنوانها العريض المحاصصة عار على هذه القاعدة التي اعتمدت وعتمدت الآن بشكل واسع وصريح في تشكيل الحكومة وفي منظومة العلاقات بين القوى وبين مرجعية هذه الحكومة علينا أن نركز دائما أن هذه الحكومة مرجعيتها الإطار التنسيقي والإطار التنسيقي يضم القوى التي حقيقة التي فشلت في الانتخابات يعني إذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها فهو تكتل فشل في الانتخابات الشعب مثل ما قال ضيفك الكريم أنه كان رافض للفساد ورافض لهذه المنظومة الشعب لقنهم درس ولم ينتخبهم بشكل واضح وجاءوا في ذيل القائمة ومن ثم قلبت الأمور بسبب الترتيبات القانونية والقضاعية واللعبة ذات الرائحة غير الطيبة في مجلس القضاء أدت إلى أنهم يمسكون بسلطة القرار وأن يمسكون المعادلة السياسية للسلطة وهذا هو الأمر فإذن المرجعية السيد السوداني المرجعية التي هو يعني يلتزمها علىنا هي الإطار التنسيقي والإطار التنسيقي يتكون من عدد من الأحزاب والتنظيمات والتشكيلات والزعامات وهي متورطة أصابع الاتهام بالشارع والقضاء والسماء والأرض والمراقبين والصحافة تشير إلى إذا هذا التقييم إذا هذه المعطيات التي تتحدث عنها جنابك الكريم هل متوقع أن السوداني سيصطدم بهذه الرؤوس الكبيرة حيتان وأباطرة لينهي الفساد ليخفف من غلوائه على الأقل لديه الجرأة الشجاعة لا أنا لربما هذه شجاعة أسطورية يعتاج رجل آخر لربما غير سيد محمد الشيع السوداني ولكني أفترض أنه سيجد نفسه عاجزا ويعلن عن عجزه في مكافحة الفساد خصوصا وأنه أنا أعرف ولدي معلومات في دارتي للوزارات كان يخوض في كل وزارة يديرها يخوض صراعات داخلية ضد موظفي الفاسدين وغيرها وهو يعني الانطباع العام عنه أنه رجل يقترب من التكنوقراط إلى حد ما في إدارته لقضايا لقضايا الوزارات يعني لا يمكن أن عندما نتعامل مع الشخصيات ومع المسؤولين لا نسود شخصيته من يسمعك الآن قد يقول النتيجة كما يقول سيان واحدة واحدة يعني نفس النتيجة أنه هناك مسؤولا نزيها لكنه ضعيفا أمام غولي فساد أو أنه مسؤولا فاسدا بالنهاية الفساد له الكلمة الفصل وافق وافق تماما على هذا الاستنتاج أنا أشكرك دكتور رافع وخلينا هذا السؤال أيضا نسأل لساد عبد المنعم هناك الحقيقة من يريد تيئيس الرأي العام في العراق وتحبيطه من أن الفساد موجود كما أشار طبعا ساد عبد المنعم موجود الفساد في كل دول العالم ليس هناك من دولة ملائكية أو حكومة ملائكية كما قال الجعفري وبالتالي لا داع للهلأ والفزع والفساد يكافح تدريجيا أو أن الفساد اللي في العراق علينا أن نتقبله ونتعايش فيه لألا نصطدم بمؤسسات الفساد فتنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ونكون قد خسرنا الدولة والشعب لنخسر أموال أفضل مما نخسر العراق ونمضي إلى الانفجار هل تعتقد الرأي العام يتقبل مثل هذا التئيس أو التضليل أو تهوين الفساد لا أبدا يعني الشعب والرأي العام بشكل عام لا يقبل هذا يعني هذا مثل الحديث عنه لا تخرجوا بالتظاهرات لا تدعوا إلى الثورة لا تدعوا لأنه البديل عن هذا هو الذهاب إلى المربع الأول والفوضى والفوضى نعم وكأن العراق لا يعيش فوضى من عام 2003 لحد الآن كأن العراق خرج من هذا المربع الذي يصمونه المربع الأول الذي هو مربع الطائف فيه ومربع القتل والميليشيات والسلاح المنفلت والفساد والقراب والتبعية للقارج ما هو باقي في هذا المربع نفس القضية ونفس الخراب يعني هذا لا يعني أننا خرجنا من هذا المربع نحن في نفس المربع ونفس الأحزاب ونفس القوى ونفس التفكير ونفس الشعارات ونفس الكذب ونفس الإدعاة فبالتالي هذا المحاربة الفساد بهذه الطريقة أو الدعاء أنه نؤيس الشعب منها ولا نستطيع أن نقف أمام الفساد لا الشعب لا يمكن الشعب يعرف من البداية ولذلك في ثورة تشرين عندما خرج الشباب قالوا نريد وطن يريدون أن يعرفون أن الوطن أسير عند مجاميع معينة وهي قوى العملية السياسية عندما تغير هذه العملية السياسية هذه المنظومة هذا الإطار عندما تزيل هذا الإطار مقبول هناك في كثير من الدول نعم مثلما تتحدث نسب معين من الفساد لكن أن يكون العراق من بين العشر الدول الأكثر فسادا في العالم طوال هذه السنوات هذه كارثة كبيرة وهذا الفساد ينعكس على واقع العراق بشكل كبير وشكل لا يمكن تحمله الفقر البطالة الأمراض الوجع التعليم كل هذا انتهت كل البناء التحتية انتهت هذا كله بسبب بسبب هذا الفساد فالفساد أعلى مؤسسة والكل يتخدمها وكل نفس القوى التي التي تتحدث عن الفساد وتشتم الفساد هي من ترع الفساد وهي من مفسدة لا تقبل بالاقتراب من عنده وكثير من الناس من حاوله لذلك أنا أقول هناك فرق ربما سألت قبل قليل عن هذا الموضوع هناك فرق بين الشجاعة والتأور بين الشجاعة والمعرف لا أعرف ماذا يسميه الشجاعة أن تتخذ في الوقت المناسب والمكان المناسب وأدوات عندك مناسبة ما هي الأدوات التي يمتلك هاي واحد لكي يتحدث عن تنظيف الفساد وهو هذا الفساد بهذا الشكل وهذا الخراب بهذا الشكل ما هي الشجاعة التي يمتلك يجب أن يمتلك أدوات لا يكفي أن يكون تقنقراط لا يكفي أن يكون غير تقنقراط لا يكفي أن يكون هو مستقل هذه كذبة كبيرة لأنه تأتي بالتقنقراط وتأتي بالمستقل وتضعه في هذا الإطار الإطار هو الحاكم أنت يجب أن تزيل الإطار والإطار هذا محمي بميليشيات وقوى أمنية وقوى شكلت لعشرين سنة تملك السلاح وتملك المال وتملك دول ترعاه لكي تحافظ عليه من يزيل هذا بالنهاية من يزيل هذا الإطار من يرفع هذا الإطار من ينهي الفساد هذا وينتهي ويدوس على رؤوسه هو الشعب فبالتالي هو المطلوب ثورة شعبية هذه النتيجة النهائية لا يمكن التخلص لا يمكن أن نأتي بمؤسسات من الخارج ندعو الخارج كي يساعدنا في القضاء على الفساد ما هو الخارج جزء من هذا الفساد هو من شجع على هذا الفساد أمريكا من شجعت على هذا الفساد وكل الدول التي احتلت العراق شجعت على هذا الفساد الحقيقة لأنه جاءت بالفاسدين ويتعرفهم وتركت لهم وهم يقولون أن هؤلاء جاءوا إلى ما يشبه بالبنك المملوء بالفلوس مملوء بالأموال وهم يغرفون منها هذا واقع الحال وبالتالي هو الشعب يزداد خرابا ودمارا وفقرا ومرضا وأمية أستاذ عبد المنعم هذا الخطاب السياسي والإعلامي لقوى العملية السياسية التيئيسي التثبيطي هل سينجح في تحويل الفساد إلى واقع معاش واقع الرأي العام لا ينظر إليه على أنه شاذ أو أنه شيء غريب في جسد العراق الدولة والمجتمع وسيتعايش معه ويتقبله أيضا بموازات خطاب تخويفي من أننا قد نذهب إلى الفوضى إلى الانفجار الكبير يعني العراق قد تدروه الرياح إذا ما استضمنا بهذا الفساد وعلينا أن نكافحه تدريجيا نعم يعني في الحقيقة هذه برة أخرى يعني نسميها قوانا يعني في الحقيقة مكررة نسمحها مبلة أصبحت الحديث استوانا مشروخة استوانا مشروخة 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 تؤذي الأذنين وتعبانة يعني أنك أنت تقول والله هذه مكافحة الفساد جدية تقود إلى الفوضى أسمح لي قال مثلها المالكي قال لو لا خوفي على العملية السياسية كان أنا كشفت عن القتل والمجرمين والإرهابين بس أنا خايف على العملية السياسية يعني وبعدين اكتشفنا شنو نوع جنس هذا الخوف نعم الذي كان يتحدث عنه نعم نحن يعني الآن نفتح جميع الملفاتهم صعبة علينا خلينا نبدأ بما هو مطروح على الطاولة تمام وهو الفساد من أية حلقة ينبغي أن يتوجه أي حكم لمكافعة الفساد هذا سؤال هو المطروح تمام هذه لوحة واسعة كبيرة للفساد فيها مفاتيح كثيرة فيها فجوات فيها عالم آخر فيها مافيات إذن ما زال أمامنا ويسألون دائما كيف نحارب الفساد ما هي الخطوة الأولى نعم الخطوة الأولى التي ربما أشار لها الأستاذ الجمهيري ضيفك الفلاحي نعم الفلاحي نعم العفو نعم يعني قضية السلم أن نبدأ من الأعلى أنك أنت تبدأ من الحلقة التنفيذية التي تدير البلد هذه الحلقة التنفيذية الصغيرة إذا كانت نظيفة ونزيهة وعدها غيرة على الأموال العامة وعلى البلد وعلى مصلحتها من هنا تبدأ من هنا تستطيع أن تقول أن مكافحة الفساد ستتسم بجدية أشكرك واضح خليني أعتذر منك وأستأذر منك عندنا دقيقة أو دقيقة ونص نريد نمطيها البكتور الرافع لأنه طلبها وحتى ننهي معاك ومع جناب الكريم أنا فقط وأريد أن أقول أستاذ ماجد نتحدث عن الفساد ولا نعني الفساد المالي والإداري فقط نعم هناك الفساد بشكل عام هو فساد سياسي فكري في كل الاتجاهات يعني لو لا الفساد السياسي لم يتغول الفساد المالي والإداري بهذه الطريقة لو لا الفساد الفكري ما مزق المجتمع بهذه الطريقة هناك فساد في كل الاتجاهات نحن ما نقصد في هذه نبدأ به هذه البداية أنت تبدأ بالفساد السياسي هذا الفكر الذي يطرح عندما تقدم حكومات مثل هذه يجب أن نفحص برنامج ماذا تريد ما هو البرنامج من يحاسبه عندما تأتي انتخابات ويقولون أن هذه الحكومة منتخبة من الشعب هذه بداية الفساد لأننا كلنا نعرف والشعب يعرف أن 85% من العراقي لم يشاركوا بالانتخابات ومن شارك لا يتجاوز 16% والكتلة الأكبر منهم من صحبة ليه التيار الصدري من دولة 13% فمن بقيهم الذين خسروا للانتخابات فبتالي لا يمثلون الشعب وما قاموا به من ترشيه الحكومة لا تمثل الشعب هذا جزء من الفساد الأساسي شكرا حلقتنا لهذا الليلة انتهت لم يتبقى لا نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا أيضا الإعلامي والباحث السياسي الأستاذ عبد المنعم من الأعسم كان معنا عبر اسكايب من العاصمة البريطانية لندن إلى أن نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر